من اهل الشر واهل الهوى وعباد الهوى شغالين ليل ونهار شائعات مصر مصر حتى بتخرج مظاهرات في بعض الدول العربية مع كامل احترامي وتقديري كل واحد يخليف نفسه كل واحد يخليف حاله احنا اضرب القضية الفلسطينية واضرب ظروفنا احنا مش بنبرر ابدا لكن احنا بنقول موقف مصر التاريخ في القضية الفلسطينية هذه المرة موقف التاريخ نفسه هيدكره ليه لو لا وقف شجاعة جريئة غير مسبوقة للرئيس والدولة المصرية حكومة وشعب ومؤسسات واحزاب ومؤيدين ومعارضين كلنا كلنا على قلب رجل واحد عشان نقول لا لا حكتين لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتهجير دول قضيتين لم يكن كل هؤلاء الادعياء من المتقفين وغيره يعرفوا انه فيه خطة لتصفية القضية ترجمة نانسي قنقر